السلام عليكم الآن المحاضرة بالMGD Modules اللي هي Molecules, Genes and Diseases Lecture 2. Protein Structures and Folding البروتين متل ما احنا نعرف انه البروتين هو عبارة عن polybeptide اللي يتكون من sequence of amino acids إذن proteins are the primary structures and functional polymers in the living system إذن البروتين هو عبارة عن sequence من الامينوأسد مرتبطة مع بعضها البعض باصلة تسمى البيبتايد بونس وهذا البيبتايد sequence of amino acids يمثل الprimer structures of proteins only 20 amino acids are coded by DNA to apparent proteins احنا دائما يصير الاكسبريشن عندما وصلنا على البيبتايد والبروتين لازم هنا عدنا coded منيا من الدي انا سير Transcription, Translations وبعدين للمسنجر RNA المسنجر RNA راح يرتبط بالريبوسومر والترانسفير RNA وبالتالي راح يكون للبولي ببتايد ممكن هذا البولي ببتايد يكون عبارة عن هرمونز المسنجر RNA and protein superb proteins are synthesized as sequence of amino acid linked together in a linear polyamide poly bubidet bund structures but they assume complex three dimensional shape and performing their functions إذن هو عبارة عن sequence للأمينو أسد مرتبطة مع بعضها البعض بأصرة تسمى الأصرة البابتدية متكونة بين الأميني group and carbony group to other amino acids. The linear sequence of the linked amino acids contains the information necessary to generate protein molecules with a unique three-dimensional shape. The complexity of a protein structure is best analyzed by considering the molecule in terms of four organization levels, namely primary, secondary, tertiary, and quaternary structures of a protein. Many proteins also contain modified amino acids and accessory components termed prostatic group. The prostatic group دائما نستخدمها في هذا المصطلح يكون مع الانزيمات عمل الانزيم A range of chemical techniques is used to isolate the characteristic protein by a variety of criteria including mass, charge, and three-dimensional structures. نحن دائما هناك العديد من العمليات لفصل البروتينات من ضمنها البروتين الكتروفوليسيس عملية الترحيل الكهربائي من البروتينات. وهذه تحتمد عليما على المصطلح على الكتلة على الشحنة والبعد الثلاثي للشحنة والبعد الثلاثي للشحنة الترشيري ستركتشارز ازادت الاواصل هنانا ازادت الاواصل هيدروجين بوند اضافة الكوغلانت بوند اللي هي موجودة بالاصل فاندربال اتركشنز بوند ايونيك بوند اذا كلها تكون لي بالترشيري. بعدين ننتقل الى الكواتر ناريس تركتشارز اللي هي ممكن يكون فولدد او على شكل فيبر. فولدد او على شكل بل كرة مثل من عندنا مثال اللي هو الهيموغلوبين يتكون من اللي هي اثنين معتها الفة واثنين بيتا ويكون على شكل بلز والكولوجين على شكل بايبر. برايماري ستركتشارز اوف بروتين. the sequence of amino acid in a protein is called a primary structures of protein. مثل ما احنا نقل نقل شوية انه سيكوينس للامانو اسيد يعني الامانو اسيد يكون اه بجانب الامانو اسيد الثاني الثالث الرابع. هذا السيكوينس هذا التسلسل اي اه اي مشكلة بالسيكوينس راح يكون عندنا هنا اه تظهر على ديزيز مثل من مثل البيتا ثاليسيمية او سيكل سير انيمية اه الانيمية اللي ناتجة من اه الاختلاف بالسيكوينس للامانو اسيد بروتين. understanding the primary structures of properties is important because many genetic disease result in proteins with abnormal amino acid sequence. اذا مثل ما نقل نقل شوية انه الو primary structure اذا اختلفت التسلسل في المالة الامانو اسيد راح يكون ابنو او بالتالي ينتجنا disease. which cause umbrower folding and loss of impairment of normal functions. the primary structures of the normal and the mutate proteins are known. this information may be used to diagnose or study this disease. اذا اي اختلاف اي اختلاف بالسيكوينس للامانو اسيد راح يكون عندنا شون هو راح يكون عندنا حالات مرضية تظهر لالاشخاص اللي يكون عندهم مثل من مثل سيكل سال أنيمية فقر الدم المنجلي أو الباتا ثلاثيمية أو الألفا ثلاثيمية هناك الكثير من الأمراض The bonds responsible for the stabilization of primary structures was only the peptide bond المسؤولة الأصلة المسؤولة عن البرامر هي فقط البيبتايد بون The peptide bonds are not broken by heating or high concentration of fury إذن عندما نسخن البروتين مثلا البومين البيض عندما نسخنه راح يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصالبة لكن هذا التغيير ليس على حساب primary structure راح يكون على حساب secondary tertiary والكواترنالي اللي هي مسؤولة عنها الhydrogen bond والقوة الأخرى اللي ممكن تكون لكن السكوينز مالت الأمينو أسيد كبرايمري راح يبقى ثابت بريلونج إكسبوشر to acetylene acid or base at elevated temperatures is required to hydrolysis these bonds لكن عندما يكون نعرض هذا البروتين إلى درجة الحارة عالية وجود قاعدة أو حامض قوي ممكن أنه تتحلل وتتكسر هذه البوليبتايد Secondary structures of protein the polybeptide backbone forms regular arrangement of amino acids that are located near to each other in the linear sequence These arrangements are termed the secondary structures of polybeptide The alpha helix and beta sheet and beta bind are examples of secondary structures الكولوجين helix another example of secondary structures we'll discuss in the future Alpha helix The alpha helix is a colloid structure stabilized by intra-chain hydrogen bond إذن تكون الhydrogen bond بين الأمينو أسيد بجموعة الأمينو والكاربوني Essentially all helixes found in proteins are right hand The folding mount alpha will be on the right hand كأنما تحلق إيدك اليمني بالتجاه اليمين The hydrogen bonding scheme for an helix In the helix, the carbonyl groups of residue N Forms a hydrogen bond with the amine group of residue N plus 4 إذن عندما يكون أماين وأسيد رقم N الكاربوني جروب راح تكون آصر هيدروجينية مع الأماين جروب في N plus 4 يعني بعد أربع حوامض أمينية هذا الشكل Alpha helix راح يوضح إني أنه يشوف هنا مجموعة الكاربونين الكاربونين هنا كونت هنا آصره مع مجموعة الأمين في حمض الأميني رقم أربعة وأيضاً هنا مجموعة الأمين في هذا الأماين وأسيد كونت آصره مع الكاربونين في رقم أربعة هنا يبيني أنترا تشين هيدروجين بوند يبيني أن شون راح تكون عندنا الأواصر الهيدروجينية بالانترا تشين بنفس البوليبيبتايد بوند side chains of amino acids extend out إذن هنا الـ R groups للأماين وأسيد راح تشين هون يعني متكون لأواصر هيدروجينية مثلاً CH3 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 CH2 هاي راح تكون outside يعني خارج plane of peptide الأماين وأسيد بيار تيرن شكلت أماين وأسيد عندنا بيمن بالتيرن الوحدة التيرن of N alpha helix contain 3.6 أماين وأسيد and has a point five four nanometers which thus amino acids residue spaces three or four apart in the primary sequence are specially closed together when folded in the alpha helix إذن عندما نكون إحنا عندنا فولد واحدة اشغل بيها أماين وأسيد من 3.6 إلى 4 وطول هيكون 54 nanometers الأماين وأسيد ذات disript and alpha helix شن هو اللي ممكن شن هو تأثري على هذا alpha helix اللي هي as tryptopones amino acids such as valine or as you see in that branch the beta carbon but beta sheet anti-beta sheet يعني واحد يكون عكس الثاني adjacent beta setruns run in opposite direction رح يكون بالتجاه المتعاكستين الhydrogen bonds between مجموعة الأمينو and carbon groups connect amino acid H amino acid to a single amino acid on the adjacent citron stabilizing the structures and then هي تعطي الاستقرار المن structures اللي تتكون بهذه البون structure of beta setrun the side chains green are alternative above and below the plane of the setrun إذن هاي الside chain باللون الأخضر اللي ظهرة بالفقار راح تكون بالأعلى وبالأسفل هي out راح تكون تكون بتا ستران وهذه مثلا مجموعة الكاربونيل وهذه مجموعة مجموعة الأمين وهذه مجموعة باللون الأزرق مجموعة الكاربونيل هنا نشوف مثلا إذا أخذنا هذا باللون الأحمر نفض إنه مجموعة الكاربونيل باللون الأزرق مجموعة الأمين نلاحظ مجموعة الأمين بالسلسل الأولى بالجهة اليسرى ومجموعة الكاربونيل بالسلسلة الثانية الجهة الإسرا وبالعكس راح يكون مجموعة الأمين للسلسلة الأولى بالجهة اليمنى ومجموعة الكاربوني بالجهة اليمنى أيضا شوف هنا الأواصل راح يكون بين حامض أميني واحد حامض أميني مقابل حامض أميني راح يكون أواصل هيدروجينية بيتا شيد يكون في نفس الاتجاه بيتا ستران بيتا ستران مجموعة الكربونيل للسلسلتين يكون باتجاه واحد ومجموعة الامين للسلسلتين يكون باتجاه واحد الفرق هنا رح يكون انه عدي حمض اميني من السلسلة رح يرتبط بطو امينو أسد من السلسلة الثانية وهكذا يعني يكون متشعب يكون اكثر استابلتي ربسرين the CO groups of residue I of the polybipty chain as hydrogen bonds to مجموعة اميني groups of residue I plus 3 to stabilize بحالة الـ reverse دولة المتعاكسين هنا نشوف شوف هذا I plus 1 plus 2 plus 3 رح يكون يعني كإنما بالأمينو أسدر الرابع رح يكون الواصل هيدروجينية بالreverse term هيدروجيني 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 ترتعي structures the overall three-dimensional structures of a protein is referred to as the tertiary structure this involves folding up of the secondary structure so that amino acid far apart and the primary sequence may interact large larger proteins greater than 200 amino acid or greater tend to have distinct domains these are regions of the poly peptide that have distinct structures and often severe particular rules which can be ligand binding interactions with other proteins and in these domains poly peptide يكون من amino acid amino acid it can be domines that can be with ligand or intraction with protein other third structure is hydrogen bond hydrogen bond hydro fob covalent disulfide bond between methionine and the cistine disulfide bonds او برج والايونيك انتركشن. these figures show the hydrophobic interaction hydrophobic interaction. شوف اهنا مجموعة الثريت ثي اشتو مع عمل كاربوني يعني. اه هيدرو كاربون مع هيدرو كاربون راح يكون هيدرو فوب انتركشن. اهنا مجموعة الاس اتش مع الاس اتش اللي هي اه سالفايد راح يكون داي سالفايد برج. اليوسين ايز اليوسين شوف اللي هي هيدرو فوب انتركشن. اهنا الاس اتش بالسستين اه امانو اسيد راح تكون الاسر تتفقد الهايدروجين وتكون الى داي سالفايد اه بوند. اهنا شوف الكلوتاميت واسبارتات اهنا ايونيك انتركشن او هيدروجين هيدروجين بوند. اهنا الهايدروجين مع الاوكسجين لوجود افرة الالكترونية. او ايضاً اهنا ايونيك بوند اللي هو مجموعة الامين بلاس. يحمل شحنة موجبه مع الاوكسجين ليحمل شحنة سالفة. Protein folding Interactions between the side chains Of amino acid Determine how a long polybepotide Chains falls into The complex three-dimensional Shape of the functional protein Protein folding occurs Within the cell in the second Two minutes Role of chiborons in protein folding The information needed for Correct protein folding As contained in the Primary structures of polybepotide Why most proteins When denitrate Do not take up Again their native Conformations under Preparable Inverament conditions Denitration In the protein Do not return to the Realization Why? What is the reason? What is the reason? What is the reason? What is the reason? One answer to this problem Is that a protein Becomes to fold In stages During its synthesis Rather than Waiting for synthesis Of an entire Chain to be Totally complete In addition Specialized Groups Groups of Protein Named chiborons Are required For the proper Folding Of many Species Protein Quaternary structures Many proteins Consist of More than one Polybepotide chains The polybepotide chains May be identical Homo Homo Meric Heter Heter The arrangement Like Heter 2 alpha 2 beta Heter 2 alpha 2 beta The arrangement Of these Subunits In such Proteins Is referred To as Quaternary Structures The same Types Of bones That Involved In tertiary Structures Are Involved In Quaternary Structures Globally Large And Vibers Protein Mمكن Be Bones Or Protein Proteins Can Be Categories Into Two Major Groups Depends On Their Higher Order Structure Globally Large Hemoglobin And Vibers Ecology Most Enzymes Are And Most Enzymes And Regulatory Proteins Inside Cells Tend To Be Globally Low Shbehe Tاخ Aقل Hجم وهي يكون على شكل حجم على شكل حجم الكرة Proteins بينما Vibers Proteins Tend To Provide Structure Support And Protect يعني Structure مثل المuscles وغير هال Support صاند أو غرض الحماية Protein denitration شخص بروتين نحن نخلي بأس أو كحول أو detergent أو أي مركب ثاني أو heating غير المحلول المحيط ورح نشوف انه يفقد كل الستركترات مع عدى ال primary sequence The loss of a protein is sufficient to cause the loss of function as known as denitration وبالتالي إذا فقط ذني رح يفقد شنه الوظيفة مات denitration is brought about by breaking the bonds that hold that maintain the proteins tertiary or secondary structure denituring agents include heat organic solvents mechanical mixing citron acid or bases detergent and ions of heavy metals such as lead and mercury role of beta mercapto ethanol هذا mercapto هو ethanol محتوي علي من على sh and reducing dilsulfide bond note that as dilsulfide are reduced beta mercapto ethanol is oxidized and formless dymal شوف هنا dilsulfide bond dilsulfide bond more stable عندي موجود شنو عندي موجود mercapto ethanol شي ممكن ينطي ممكن ينطي hydrogen ينطي في تحليل الاصرة وبالتالي dilsulfide bond انكسرت هنا صار اقل صار عندي denitration وهنا تحول الى دايمر ايضا هنا نشوف هنا هذي الاصرة متكونة بين هاي النقاط ال red green blue yellow ممكن هذا المحلول اللي هو يام ثمانية مولار يوريا beta mercapto ethanol الراحيب لسولي degrabriation الهي الاصرة ويسولي denitration الى الداي sulfide bond thank you for attention in last lectures you must know primary secondary tertiary quaternary structures of proteins and functions of protein thank you for attention again into ond اشترك اشترك شكرا